ازايكم يا مواليد برج الجوزاء يارب تكونوا بخير توقعت برج الجوزاء ليوم الثلاث تلاتة يناير كانون الثاني الفين تلاتة وعشرين بالنسبة لك النهاردة يا جوزاء توقعت العشرية الاولى مواليد واحد عشرين خمسة لواحد وثلاثين خمسة حاملكم يعتبر تقيل خاصة المشكلات اللي بتبقى عندكم لازم تخففوا الاسقال اللي بتبقى عندك هلكم وهلا ممكن تستمر المصاعد فانها تزداد كل شوية حاولوا تتوصلوا الاستراتيجية تعرفوا تتعاملوا معاها من غير مضيعة وقت بالنسبة لك النهاردة يا جوزاء توقعت العشرية التانية اللي هم مواليد واحد ستة لحد وشور ستة عن قريب هتواجه تحديات عراقيل صعبة جدا هيدا واجهة الشخص بيشتغل بضدكم بشكل كبير بيحاول يضيقكم لما تبقوا متواجدين في نفس المكان وده طبعا علشان يخل بتوزنكم وبالتالي لازم تاخدوا بين اعتباركم اقل تأثير سلبي هيكون للعوائق دي بالنسبة لك النهاردة يا جوزاء توقعت العشرية التالتة مواليد اتنوشر يونيو لعشرين يونيو عندك اضطرابات واضحة هتبتدي تظهر لك ازامات عن قريب حاول انك ما تفقدش مزاجك ولا اعصابك خاصة لو كنت بتحافظ على ربطة جاشئك في الاحداث اللي بتعتبر مش بتفرح واللي بتبقى بتوسيرك بالنسبة لحركة الكوكب النهاردة الامر هيقضيهمه في الجوزاء اللطيف هيخلينا مشغولين شوية متحركين شوية هابرس العبور ده فيه كلام حلو بين الناس والرغبات القوية اللي عندنا هنبقى كل الامور محفزة اكتر علشان نعرف ننتقل في شغلنا لمشروع جديد هيبقى النهاردة بيه محزاحل ومع كوكب المريخ المتأرجح بعد ظهوره في اليوم ده هتبقى بتوسير بمشاعر عندنا هنواجه الصعوبة شوية في اننا نوصل للرضا اللي احنا بنتمنى هيتجه كوكب الظهرة نحو المشترة مع تقدم في اليوم ده في الصباح هنبقى متعاونين من خلاله بشكل استثنائي مستعدين لدي لنفسنا فرصة من غير منشوك التقصر ده هيحفزنا وهيحفز مزاجنا الجو هيبقى حلو عشان نسامحوا الراعي كل الاشخاص اللي حوالينا هيبقى فيه دفء فيه انتفاع احنا النهاردة اكتر استعداد وتفاقل وكرم من المعتاد